واضح ان الايام دي في احداث كتيرة في الوسط الفني وده بسبب ظهور اكتر من المشكلة في الاسبوع اللي فات ويمكن معظمها غير صار والمشاكل اللي ظهرت كان كلها عوادي واحكام بالحبس ومحاضر يمكن كان اولها قضية المطربة الشعبية بوسي اللي اتحكم عليها بتلات سنين سجن وغرامة مالية 20 الف جنيه الحكاية بدأت لما قامت بوسي برفع قضية خلع على جزهة ومدير اعمالها السابق وليد وده بعد ما اكتشفت خيانته ليه وبعد فترة قرر جزهة السابق انه يرد بطريقته ورفع قضية مستعجلة لحبس بوسي لتوقعها على الشيكات بدون رصيد وبعدها بأيام اتهمت فاطمة اخت وليد ان بوسي وقعت لها كمان على الشيكات بدون رصيد وانها بتطالب بحقها وقعدت القضية لفترة طويلة في المحاجة لكن في النهاية اتحكم عليها بالسجن بتهم التوقيع الشيكات بدون رصيد ووصلت لمليون وسبعمائة ألف